بعد الاستقبال الرسمي فدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رافق نظير الهندي في جولة بقى في الأهرامات أظن حضراتكم شفتوا جانب منها بعد كده رئيس الوزراء الهندي قام بزيارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية الفاطمية واستقبل رئيس وزراء الهند أيضا مفتي الجمهورية الدكتور شاو إعلام في مقر إقامته طيب متيجو نتكلم على هذه الشراكة الاستراتيجية ومن منظورها الاقتصادي مع الدكتور محمد شادي الباق باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية أهلا بك يا دكتور وكل سنة وانت طيب أولا كل سنة عدد طريقا لمسادي المشاهدين بخير ورب العيدي وهد الأيام علينا كلنا إن شاء الله بخير وبصحة وبسلامك اللهم أمين دكتور محمد شادي هذه الزيارة بالضبط في ملعبك وفي مجال تخصصك الاقتصاد السياسي صح ولا أنا غلطان صحيح بالضبط يعني بالضبط بحلو قوي اشرح وأسهب القولة دكتور طيب أنا بس الأول زي ما قلت كده هو يعني كمة الحدث والعرضة هو توقيع الاتفاقية بتاع تحويل العلاقات إلى العلاقات ما بين الدولتين إلى العلاقات إلى مستوى الاستراتيجي يعني وده أرفع أنواع العلاقات يعني أو أرفع أنواع المستويات التي تحتوي على العلاقات يعني لما الدولتين بيبقوا عندهم تناغم تام في سياساتهم الاقتصادية تناغم تام في أهدافهم بيوقعوا مع بعض الاتفاقية بتاعت تحويل العلاقات إلى مستوى الاستراتيجي ده معناه أنهم عندهم أهداف مشتركة متفقة مع بعضها يقدروا هما الاثنين يعني شراكتهم متوسط وهتلاقي حضرتك عدد عدد الدول اللي بتوقع اتفاقية يعني تنقل العلاقات ما بينها للمستوى الاستراتيجي يعني ما بتبقاش ما بتبقاش كتيرة وليلة جدا نسبة إلى عدد اتفاقية ثانية زي مثلا اتفاقية التجاري أو اتفاقية تحرير كمرقي أو اتفاقية عدم للزواج الضريبي وهكذا بالتالي زي أنا حضرتك قلت بالضبط يعني ده مستوى آخر للعلاقات هما الدولتين دول إيه اللي ممكن يكونوا محتاجينهم من بعض يعني حضرتك هتلاقي إنه الدولتين محتاجين بعض الأقصى درقة أولا زي ما حضرتك عارف الاقتصاد الهندي واقتصاد مصدر المواد الخام خاصة يعني السلعة الزراعية منها والسحف معيها سلعة الطاقة يعني والمواد البترولية اللي هي المقررة والهند واحدة من أكبر دول العالم تصديرا للمواد المقررة إنساجا للمواد المقررة واحدة من الدول المصدر عليها بكثافة الهند يعني حضرتك هتلاقي إنه معامل التكرير اللي دول الخليج دي قد تتعملها ما قد تشتعمل في دول الخليج بتتعمل في الهند علشان السوق الهندي بيتوسع بشكل كبير جدا السنة اللي جاية الهند هتوزيح الصين علشان تبقى أكبر دول مساهمة مثل مولوك تصال العالمي في نفس السنة اللي احنا موجودين فيها دي الهند أزاحت الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكام واحنا موجودين في إبريل اللي في الدول الدولة اللي محتاجين بعض الضعيل أولاً زي ما حدتك عارف مصر عندها اتفاقية يعني يعني تجارة حرة مع الاتحال الأوروبي الهند مش قبل صوصاً لهذه الاتفاقية لا مع الولايات المتحدة الأمريكية أولاً مع الاتحال الأوروبي اللي عندها تجارة حرة يعني استثنائية كده بربصة عشان ما نتوصلحش في الكلام مع الولايات المتحدة الأمريكية مشروطة جداً الولايات المتحدة الأمريكية بتتحكم فيها بتشلها وبترجعها في مرزجها كده كل ما ينفح السوئين دول هم السوئين الأسيين للهند ومصر عندها في السوئين الأسيين اتفاقيتين تبادل تجاري خر تبادل تجاري خر وخير ومشروطة مع الاتحال الأوروبي وعندما اتفايات الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية الهند تحتاج إلى هاتان اتفاياتان بشكل يعني حضرت لا تتخيله علشان أولا تقدر تصدر منتجاتها ثانيا تقدر توسع أفاق النمو بتاعها بعد الضغوط اللي بتعنيها من الجهتين يعني بسبب النمو الزائد الهندي اللي بدأ بلقتي يبص الهند لأنها مش دولة نامية لأت دولة من الدول المتقدمة وحتى لو كان ناتج المحلي الإجمالي بتاعها يعني نصير الفرد منه بيقول إن هي دولة ما زالت إيه دولة نامية وعلشان كده الهند محتاجة مصر بشكل كبير جدا علشان تنقل عدد كبير جدا مما صنعها إلى منطقة قناة السويس بالذات بحيث أنها تقدر تصدر إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اعتمدا علىها تنقل اتفاقاتين جاء أول حاجة الثانية الهند كمان زي ما حدثك عارف أنها واحدة من أكبر دول استهلاكا للطاقة يعني طبعا عندنا شراكة يعني هتبقى موسعة للغاية بدأت بدأت أول يعني أول يعني أول بوادرها تظهر كده مع المصنع تلك الهيدروجين الأغضر اللي وقعته رونيو الهندية دي واحدة من الشركات الهيدروجين الأغضر في العين السخنة ده المصنع 4.6 مليار تكلفته 4.6 مليار دولار وده يعني أكبر مصنع للهيدروجين الأغضر اتوقع حتى الآن في منطقة في منطقة العين السخنة عندنا 14 مصنع أكبرهم على الإطلاق هو مع رونيو مصدر الإماراتي ده تاني حاجة ثالث حاجة مصر بقى زينا حدك عاجز دلوقتي العالم مضطرب بشدة بشدة يعني وبالتالي مصر عندها اتجاه على خان تنوع مصادر يعني شركاتها الاقتصادية بس بالذات كمان الدول المصدرات لها من الحبوب وخاصة الأمح يعني طبعا الهند الهند واحدة من أكبر دول المنتجة للحبوب ما بتصدرش كتير صحيح لكن مصدر مهم جدا عندها تنوع كبير وعندها مغزول كبير جدا وعندها أهداف يعني في الانتاج تقدر تشاركها مع مصر وبالتالي مصر عاوزة تدخل الهند في قيمة المصدرين لها بحيث أنه هو مثلا لو حصل التراب في البحر الأسود زي ما حصل مثلا الأحداث اللي حصلت أول مبارحة روسيا تعوق الصدرات الروسية يبقى عندنا مصدر تاني بعيد خالص عن البحر المتوسط جاي من الجنوب اللي هو الهند يعني تكون بتعوض الموضوع ده تاني حاجة زي ما حصلت أقولك الصناعات الدوائية الهند أكبر منتج الأدواء أكبر منتج الأدواء في العالم هو الهند وبذلك في موضوع اللقاحات صح وبالتالي احنا عاوزين معاماك شراكتنا مع الهند خاصة لأنه احنا زي ما حصلتك عارف يعني المستوى الداخل تاني مش كبير الشركات الأوروبية الأدواء المصنعة في أوروبا أبمالها ما تنزبناش إطلاقا لو احنا عاوزين نستورد من حد أبمال قريبة مننا يعني يعوض النقص بالسوق فهنا عندنا الهند ويمكن مصر عندها في الموضوع الاتجاه يعني 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 كان عندها حماية شوية من دخول الأدواء الهندية لكن يعني مع الضغوط اللقاحة في العالم دلوقتي بقينا متجهين ان احنا ندخل الصناعات الهندية الصناعات الدوائية الهندية عشان تساعد 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 الفجوة بدلا من استوردتها من الأسوال أوروبية ده عاوزني ثلاثة حاجة بقى عندنا طبعا ده نعطيك عارف اللي هند متقدمة للغاية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالذلك بقى الصناعة الموبايل وهكذا اللي هند عندنا تكنولوجيا الوحيدها احنا عندنا دلوقتي يعني مصانع صينية موجودة في مصر عدد كبير جدا منها على الأقل خمس مصانع كمان عاوزين نجيب مصانع هندية علشان مصر عاوزها تحول حرفيا لمكان يعني لصناعة التكنولوجيا دي حتى لو في الأول بس نبدأ على الأقل يعني نكون مكان للتجميع بعدين مع حضرك عالف مع الوقت يتعمق المنتج المحلي المكون المحلي المنتج اللي بتصدر للكيك ده 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 فعلا يعني يكاد يكون هو بالضبط اللي في بالي مع إضافات قليلة يعني أتمنى أن احنا برضو نبقى نرجع عايز دكتور محمد شادي مرة نورنا كده من شاء الله نقعد نتكلم في القصة بتاعة مصر والهند دي بالتحديد ده بجد أشكرك جدا أنا دكتور كل الشكر دكتور محمد شادي باحث الاقتصاد السياسي لمركز المصر للدراسات السياسية للدراسات الاستراتيجية